مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج من أجل الكويت أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعا أن الكويتيين أثبتوا بجلاء صلابة مجتمعهم ووحدته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف وأفشلوا عبر مواقفهم ما كان يرمي إليه مدبروا ومنفذوا جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام وذلك من محاولات يائسة وسلوك شيطاني مشين لإشعال الفتنة وإثارة النعارات وشق وحدة المجتمع كلمة سمو أمير البلاد في العشر الأواخر مشار رمضان المبارك أشاد بها ولقيت صدى واسع لدى كافة طوائف الشعب مشاهدنا الكرام لمزيد من الضوء حول كلمة سمو أمير البلاد وردود الفعل نستضيف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع رحب فيك دكتور معنا ببرنامج من أجل قوي حياة الله أهلا وسهلا شكرا لكم مشاهدنا الكرام قبل أن نبدأ مع ضيفنا دكتور عايد المناع نبدأ بهذا التقرير وكلمة من المواطنين لأب الجميع كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أب الجميع حفظه الله ورعاه وكعدته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أكدت أن الشعب الكويتي سطر أبهى صور الولاء والوفاء للوطن بالنسبة لي أنا صاحب السمو هو أب هو قائد هو لم المجتمع الكويتي في طوائفه سواء من الشيعة السنة الحاضر البدو وهذا اللي يجب لنا عليه إحنا الكويتين من قبل طبعاً أبونا صباحة ثبت لنا بالموقف الأخير إنه هو حبنا وإنه حضر الموقف اللي كان فيه خطر عليه وعلى حياته موقع التفجير اللي صار بالمسجد وإحنا طبعاً مفتخرين فيه وفخر لنا وطبعاً نزل دمعتها عشان عياله وشعبه للكويت وإحنا بحيل حيل يعني تأثرنا بدمعة شيخنا وابونا صباح لحمد الجابر الصباح محد في العالم سوى الموقف اللي سوى حضر صاحب السمو الله يحفظه ما في رئيس في العالم كله طلعي لأي رئيس في العالم قال أبي عيالي داش داخل المسجي طالع ما في رئيس في العالم مستحيل وإحنا نفدي بروحنا بعد مو بس باللسان أبناء الشعب الكويتي أعربوا عن استعدادهم التام لتنفيذ ما جاء من توجهات في كلمة حضرة صاحب السمو وامتنانهم العميق لموقف سموه الأبوي خلال المحنة الأخيرة بعد أن كان أول الواصلين إلى موقع التفجير الإرهابي مكافحة الإرهاب أول شيء الأراء أو التويترات أو الشغلات هذه لها لازم نحط لها قوانين أن لا حد يتعدى على أي شخص ثاني يكون قد المسؤولية لأنه إذا هذا غلط على هذا وهذا غلط على هذا وهذا غلط على هذا فيعمل مشاكل في البلد وإحنا غنيين عنه لهذا ولازم تحط له قانون إذا ما تحط له قانون كل واحد رح يتكلم على الثاني كل واحد رح يغلط على الثاني وتزيد النعرات الطائفية تعرض الشاب إلى البطالة من الدرجة الأولى أو صار عنده وقت فراق وياي هنا على طول يقوم باللجوء إلى الجريمة أو البحث على كل ما هو شاذ أو حتى تعلق أو اتباع أصدقاء سوء أو ناس يتبعون أفكار شاذة عن المجتمع موقف المجتمع الكويتي وعلى رأسه سمو الأمير كان مثالا يحتذا به أمام العالم للوحدة الوطنية وتماسك الشعب الكويتي ووجه رسالة قوية للإرهابيين بأن قوة هذا المجتمع في تلاحمه وتماسكه أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى من برنامج من أجل الكويت ونرحب أيضا فيك دكتور عايد المناع مرة ثانية في برنامجنا طبعا كلمات بسيطة من مواطنين بسطة يعبرون بيمكن تخونهم الكلمة لكن حبهم حل الكويت واحد طبعا تسليطنا للضوء اليوم رح يكون على كلمة حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه في العشر الأواخر من رمضان سمو الأمير قال إن الكويت لجميع أبنائها وليست لفئة دون أخرى طبعا فالكل يعيش على أرضها برايك ما هي دلالة يعني أنا أعتقد أنه أولا شكرا جزيلا على الدعوة وحقيقة يعني في العشر الأواخر دائما نتوقع كلمة صاحب السمو ويمكن هذه عادة قديمة يعني من الحكام في الكويت دائما هذه العادة الطيبة هذا يستنى الحميدة أنه يتخاطبوا مع شعبهم الشيخ صباح الأحمد الحقيقة في هذا الرمضان ربما يكون الوضع مختلف تماما عن السابق لأنه في أحداث أحداث جسام الحقيقة وأهم ما حدث في مسجد الإمام الصادق سمو الأمير أوضح بشكل جليء في البداية تحياته لأبنائه وأخوانه وهذه حقيقة من القيم الأصيلة أنه مو واحد رئيس دولة يخاطب له يعني واحد يخاطب عياله وأخوانه وهلا وناسه وهذه طبعا من القيم الكويتية المتجذرة والمتجددة إن شاء الله والباقي إلى الأبد عندما يقول سمو الأمير أن الكويت لكل أبنائها حقيقة هذه يعني حقيقة أمامنا موجودة ودليلها أن سمو الأمير الحقيقة نفسه عندما وقعت حادثة المسجد الإمام الصادق هو نفسه لم يتأخر من أن يذهب إلى مكان لا زال محل خطر هذا المكان وذهب هناك الحقيقة ليطمئن على الوضع بشكل عام ليرى الحدث ولحقيقة أيضا يعبر عن مشاعر الأبوة والأخوة لأولئك الذين أصيبوا وأولئك الذين خسروا أقارب لهم وبالتالي هو عندما ذهب إلى هناك ذهب كواحد منهم يريد الحقيقة أن يشاركهم الهم وأن يشاركهم الحقيقة المعاناة والعبارة المشهورة التي قالها عندما طلب إليه أن يطول العمر يعني المكان خطر تعرفي الحقيقة في مثل هذه الأحداث التنظيمات الإرهابية ممكن تسوي عملية ثم تنتظر تجمع الناس وخاصة إذا فيه إمكانية مثلا ضباط أو كذا أو شخصيات سياسية تعمل عملية ثانية مزدوجة حتى يكون الخسار فما بالك لو كان لسا محله أنه رئيس الدولة هو اللي يكون موجود سيكون هذا مكسب لداعش لأي تنظيم عمل هذه العملية ذلك عندما قيل لسمو الأمير المكان خطر ويعني نتمنى أن سموك يغادر قال العبارة الحقيقة اللي أصبحت على كل سن هذه العبارة يعني هذه العبارة إذا أنا ما جي وأشاركهم ما نروح له هذه العبارة الرائعة وهي ببساطتها دخلت كل قلوب العالم لأنها تعبر عن حقيقة مولي أنه يعني عبارة بشكل آخر لأنها تعبر عن مكنون حقيقي عن قلب طيب يحمل المحبة لمواطنة ولذلك عندما يقول للكويت لكل الكويتيين لا يميز بين هذا بسبب مذهبة ولا لهذا بسبب عرقة ولا هذا لسبب انتماء الاجتماعي ولا هذا لسبب قوة الاقتصادية وهذا لوضع ضعفها الاقتصادي أبداً الكل متساون عندنا دولة مثل ما شارك سموه الأمير يمكن قبل ختام كلمته دولة قانونية يحكمها دستورة وقوانين هي للجميع وتحت مضلة القانون وتحت مضلة الدولة الكل يعيش ويعمل من أجل أن تبقى الكويت عزيزة ونعتقد أن الكويتين ردوا التحية لصاحب السمو وأثل إجو صدرة عندما تغلبوا على المأساة وتجنبوا الانخراط في أي عمل رد فعل طائفي أو ما شامل نعم دكتور يعني سموه أميري بلادي احنا بنركز أكثر على هالنقطة طبعاً أشاد بوحدة وتكاتف الشعب الكويتي في وقت الأزمة وأيضاً طلب منهم أن يكون فيه هناك مواجهة للفكر التكفيري والفكر والعنف المتطرف شنو رأيك؟ طبعاً يعني عندما يقول سموه الأمير الحقيقة أن الكويتي نثبته وهذا بالتأكيد الحمد لله ليست المرة الأولى وإن شاء الله يا رب ما نجرب أنفسنا إن شاء الله في وغات يمكن حتى قبل استقلال الكويت قبل كان فيه محاولات لفكفكة الصفوف لكنها ما نجحت يعني وصمد الكويتيون وأبقوا على هذا التماسك أصلاً الكويت يعني عبارة عن تجمع لناس يمكن كانوا مضطهدين في أماكن كثيرة والتقوا في هذا المكان ليعيشوا حياة كريمة بعيدة عن التمييز وبعيدة عن البغضاء والكراهية هذه ميزة هذا البلد هذه أساسية فيه وجاء الدستور الكويتي ليعزز ذلك يعني بالمواطنة وباهتمام الدولة بالناس وبحرصها عليهم وبحريات التعبير وإلى آخر لذلك يعني هذه الصلابة في المجتمع الكويتي هي نتيجة أن المواطن يشعر أن له وطن حقيقي وأن هذا الوطن حنون عليه هو وطني حن عليه وبالتالي هو يعرص على هذا الوطن في كثيرين للأسف يقول لك يا أخي يحترق الوطن في كثيرين إلا الكويتي حقيقة طبعاً في آخرين لكن نحن نقول الكويتي هذا الموضوع أنه يحترق هو ولا تحترق الكويت وبالتالي وجدنا أنه هذا المواطن عندما تهددت الكويت سنة 1961 وقف بالصفوفة الأممية كلهم باللي يستطيع ليدافع عن وطن مع أن الإمكانيات كانت جداً ضئيلة بسيطة نعم فيه لما صارت الحقيقة أزمة الصامتة 1973 أيضاً كثيرين يعني تضافر يعني لو نر على تاريخ دولتنا سنلاقينا في المواطن كثيرة والأهم هو الغزو يعني ما فيه في الدنيا حكومة في العالم تحظى بولاء شعبها وهي في الخارج مثلاً بحظية الحكومة الكويتية والحكم الكويتي لأن الناس تعرف أنه هذا منهم هذا ينتمي لهم وحريص عليهم وبالتالي تمسكوا فيه تمسكوا في شرعيتهم بالرغم أن اللي يحتلهم معادي اللي يحتلهم نظام من أشرس وأعنف الأنظمة في العالم ومع ذلك أثبت الكويتيون جدارة لم يثبتها شعب في العالم العصيان المدني تخيلي يعني لا الفرنسيين ولا الألمان ولا غيره استطاعوا أن يصمد صمود الكويتيين في العصيان المدني أنه يتمردوا على النظام اللي يحكمهم بالقوة يتمردوا عليه ويعرضوا حياتهم للخطر ويعني يعني يعلنوا عن ولائهم بشكل أو بآخر لسلطتهم ويمكن لأنه إحنا أيضا مؤمنين بأن الإنسان بدون وطن ما يسوى شيء بتأكيد لا هوية لا أي شيء هو كل إنسان يعتقد أنه بدون وطن ما يسوى لكن بعض الناس الحقيقة غريب في وطنه لأنه الحقيقة يعني مضطهد في حين أنه في ناس الحقيقة يعيشوا معززين في بلدان غير أوطانهم الكويتي عزيزة الحمد لله في وطنه وعزيزة لما يروح لأنه أيضا حكومة تعرص عليه يعني جوازه شرف له يشعر بأنه لقيمة يعني مواطن من بلد لها اسم معزز وخاصة بعد ما أصبح يعني صاحب السمو يعني قائد إنساني والكويت مركز عالمي إنساني أن أصبح هناك تساؤل من الكويت وكذا وإلى آخره طبعا الكويت الحقيقة يعني لها ياد بيضاء على أنحاء كثيرة من العالم مشاركة العالم في ثروتها وبالتالي يعني الكويتيين يشعرون بالفخر بهذا الوطن وسموه الأمير دائما يجدد لنا هذا حتى تبقى هذه الروح هذه الجذوة متجددة لما يركز على الشباب لما يركز على تجنب الفتن لما يركز على الوحدة الوطنية نعم دكتور نحن نريد أن نركز أيضا مثل ما تقول أن سمو أمير البلاد أيضا أبين بأن ظاهرة الإرهاب للأسف صارت متنامية وانتشرة في العالم أجمع وعلى المجتمع الدولي بشكل عام أن يجفف منابعه سبب يعني في انتشار هذا الإرهاب الدامي وشنو اللي بيوصله طبعا الأسباب كثيرة وقد لا يكون المجال يعني اللي طرحها نعم الإرهاب اليوم موجود للأسف الشديد ألصق بالإسلام ظلما اليوم عندنا الإرهاب يضرب في سوريا يضرب في العراق يضرب في ليبي يضرب في مصر يضرب في اليمن يضرب في نيجيريا يضرب في أفغانستان في أماكن كثيرة الحقيقة تعاني من الإرهاب وبالذات في منطقتنا نحن هنا في الشرق الأوسط يعني الإرهاب على أبوابنا ترى يعني الإرهاب ليس بعيدا الإرهاب إرهاب داعش يحاول أن يخترق الحدود العراقية الغربية مع الأردن إلى السعودية لأن هذا هدف الرئيسي منطقتنا منطقة الثروة ومنطقة الهالة الدينية الهالة الدينية لماك المقدسة مكة والمدينة والثروة كل منطقة الخليج ثروة ثم أنها النقطة الثالثة موقع استراتيجي للعالم وممرات المائية الطاقة النبطية للعالم تمر من هذه المنطقة هذه المنطقة أيضا إيران تسبب لها صداع من جانب يعني على الأقل كوجود هذه أيضا المتطرفون يريدوا أن يعزفوا على أوتار الطائفية وخاصة أنه في شكالية في العراق فيها نسبة من الطائفية في شكالية في سوريا فيها نسبة من الطائفية وبالتالي هؤلاء عندما يعزفوا على أوتار الطائفية يعتقدوا أنهم يجدوا صدا لهم إيجابي في منطقتنا لكن لحسن الحظ نحن في الكويت على الأقل أثبتنا أننا صدا معاكس أنه إحنا تماما لا نستجيب للطرف والإرهاب هذا لا يعني أنه ما عندنا ناس دواعش لموجودين بإرهابهم الفكري في ذهنهم في وجودهم نحمد الله أنه اللي يفجر مو كويتي بالرغم أنه يعني كنا نتمنى من الخليج يعني كنا نتمنى أن لا يكون خليجي لكن مع ذلك يظل الإرهاب ظاهرة عالمية ومثل ما قال سموه الأمير أنه على المجتمع الدولي نفسه مطالب بتكريس طاقاته للتصدي للإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه منابع مالية منابع سياسية منابع عسكرية مداد علينا بالفعل نعم قد نختلف مع بعض الأنظمة لكن حان الوقت لنفكر بعقل بعيدا عن العاطفة ونعيد الحقيقة حساباتنا في الإقليم يعني ما يجري في الإقليم له نعكاسات علينا وعلينا أن نكون حذرين ضربت السعودية ثلاث مرات وهي جارنة وقريبة جدا ثلاث مرات يضربها تنظيم داعش ونحن ضربنا المرة الرابعة ولا يستبعد أن يضرب مرة ورابعة وخامسة دكتور يعني إحنا نتكلم نعم كان هناك ضربات ومشاكل إلى يومنا هذا ويمكن في المستقبل وهذا طبعا أمر وارد لكن أيضا سمو أميري بلاد شدد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية شنو المطلوب من المجتمع في هالمرحلة بذاته أولا يعني لغنا لنا عن تعزيز الجبهة الداخلية إطلاقا لأنه مشاكل المجتمعات الأخرى هي من الاختراق نعم يعني عندما تكون الجبهة الداخلية فيها اختلالات يعني بالتأكيد رح يدخل المتطرف والمنحرف والمحرض ويجد له مبررات ويشعل الفتنة لأي سبب سوى عرقي أو طايفة أو غيرها لكن لما تكون الجبهة صلبة مثل ما قال سمو الأمير ومتماسكة هنا يصعب على المتطرفين أن يجد طريقا وهذا الحمد لله ما أثبتناه في الكويت خلال كل الأحداث اللي سردناه يمكن ولي آخرها أحداث مسجد الإمام الصادق هذه أثبتت أن الكويتيين متماسكين وقوة صلبة على الاختراق سواء أيام الغزو أو هذه الأيام الغزو العدواني المسلح والغزو الفكري الذي يحاول أن يختطف أعداد كبيرة من أولادنا وعدد من أولادنا موجودين يعني للأسف الشديد في ضمن هذا الفكر إحنا دشينا وتكلمنا عن أولادنا وهذا أهم شيء بأننا إحنا شلون ممكن أن نحصن عيالنا من هالفكر المتطرفة اللي يغزو عقولهم يعني إحنا وصلنا إلى درجة عالية من التكنولوجيا بحيث أنه ممكن الإنسان أن يصل للمعلومة أمامه لكن كيف يصير هناك الشفتينغ الكبير بأنه يتبع جماعات أفكارها جدا لازم نعرف لماذا يعني لماذا الحقيقة بعض الشبان الحقيقة هو تبع لأن الأسرة اليوم دورها للأسف ما عاد مثل الأول يعني ما عادت تتابع بشكل جيد أبنائها وهذا خطر حقيقي ينبغي إعادة النظر فيه الأسرة هي الأساس في هذا الجانب الأبوين هم الأساس عندنا مشاكل في كل عالمنا العربي واجتماعي عندنا تفكك قاعد يحدث وهذا لها نتائج سلبية هذا جانب الجانب الآخر أنه عندنا أيضا التعليم التعليم الحقيقة البعض يقول أنه والله أنتم على المناهج أنا ما أتكلم عن المناهج المناهج مشرط كلها يعني فيه سيئة بل قليل جدا يفيه سوء وهذا ممكن الحقيقة التخلص منه إنما هناك تعليم يعني مدرس تعليم ديني معين كذا يحرب على أشياء معينة المجتمع أيضا يمكن إحنا متميزين عندنا متنفسات يعني عندنا حرية التعبير عندنا حرية التفكير عندنا نشر عندنا كذا إلى آخره عندنا إعلام في مجتمعات أخرى تؤاني من هذه المشكلة الحقيقة وبالتالي قد يبحث المتطرفون هنا يحرضون على الدولة أنه هذه مين متح لكم مجال لأن تعبروا عن معتقداتكم وعن أفكاركم التمييز ما بين فئات المجتمع في بعض المجتمعات يشعرون أنه والله في أغنياء فعليا وفي فقراء مولاقين يعيشون وهذه طبعا يعني أيضا تسبب مشاكل عدم وجود تكافؤ الفرص بين المواطنين وهذه أيضا ممكن تسبب الحقيقة أيضا عداء لذلك إحنا لماذا تميزنا لأنه هذه الأمور إما معدومة إن شاء الله أو أنها في أقل القليل منها وممكن التغلب عليها خاصة أن المواطن من حقا يلجي لجهة القضايا وإلى السلطة وإلى خاطب الدولة وكل هذه القضايا لذلك إذا نريد بالفعل نحمي عيالنا علينا أنه إحنا نهتم في تربيتهم علينا أنه الأسرة هالأبوين الثنين هذين هم أهم كينونة أن يعلم أولادهم قبول الآخر واحترام الآخر وعدم كراهية الآخر لأي سبب من الأسباب إذا ما تقبل فيه تجنبه إذا تقبل فيه أنت تعايش معه مو شرط تقر فيه مو شرط أنك تكون مثله وليك نفسه قاضي على الآخرين هذا مسلم هذا كافر وغيره هذا ما ينبغي أنه يكون هو الأساس ثم إذا كان فيه خلل أنت الجال الدولة الدولة هي الحكم لا تحول نفسك إلى أنك تكون ولي أمر الناس هذه ينبغي أن تشال علينا أنه نعمل من أجل أنه إحنا كلنا نكون عيون أمن للأمن وحفاظا على أمن وطننا هذا لا يعني أنه نتحول إحنا إلى أجهزة أمنية لكن معنى هذا أنه أي إشارة للخطر علينا أن لا ننتظر وإن شاء الله ما تطلع صحيحة لكن إذا طلعت صحيحة إحنا جنبنا مجتمعنا الخطورة وجنبنا حتى الذي يرتكم هذا الخطأ والوقوع في الكارثة يعني هذا الشامس السعودي لو ولقى أحد أبعد لحظات يمكن ما خسر حياته وغيره من الذين الآن يتجرجرون في المحاكم نتيجة هذه الجريمة النكرى طبعا دكتور عايد المناع الحديث معك لا يمل أبدا نشكرك أيها الأكاديمي والمحلل السياسي على أساس إن شاء الله نلتقيكم مشاهدين الكرام ما في أجمل مني أنا أقتبس من كلمة صاحب السمو إن المواطنة الحقيقية تقاس بما يقدمه للوطن من عطاء وإخلاص وولاء وتضحية وفداء فليس المواطنة شعار يتغنى به بل عمل وتفاني الحفاظ على أمنه واستقراره نشوفكم إن شاء الله بالحلقة القادمة مع السلامة